سلامتكم ومرحبا بكم الناس لكل عادة مش نحكيوا على برنامج عمل ضجة كبيرة نحكيوا على برنامج سامير الوافي وحش شاشة اللي من نهر لحد والناس تحكي عليه والأعلمين يعلق عليه وليفيديو على الفيسبوك الستاتوي الستوري الكل وكل ومعناها برشة اتهامات للبرنامج برشة اتهامات لسامير الوافي عربية حمادي دخلت على الخط برشة نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل معناها الدخلوا زيدا في الموضوع سامير الوافي قدم قضية ضد بعض الأشخاص وزيدا حاول يعمل الرد من مدام عايشة وبنتها زيدا ويكشف كل الحقائق وكل المستور ويحاول يرد فيه على الاتهامات اللي اتوجهت له الكل اشنوالي صار كل عادة سامير الوافي في كل برنامج اللي لو يعمل ضجة كبيرة برشة في وسائل الأعلان في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا بتبعها دليل على انه البرنامج متاعه معناها يتفرجوا فيه برشة الناس يتفعلوا فيه برشة معاها يعني برشة عباد مي فما اشكرية صارت معا خاصة برنامج واحد اخر اللي يفبرك فيش هادات ناس يعني زويولة وفقراء وغيرو وطلعت ان هي مفبركة معا ظهور خالتي عايشة في برنامج وحش الشيشة اللي قالتين نصر في الفين فرنك في النهار وتيخوا بيهم خضرة وتجيج ومش عارفة شنوة بيش تنجم الطيب وفتور وعشي وعندها ولدها وبنتها وحالتها ضعيفة وكل شيء الحقيقة كلمها ما كانش مقنع برشة لكن بعد ما تعديت امها عايشة في الاميسيون ناسي كلها معناها برشة من جيرينها عملوا دي فيديو قالوا المرة هذية ما هيش تقول في الحقيقة المرة هذية بالعاني يعني تتهجم على قيسة سعيد على خطر هي قالت في البرنامج اللي من نهارة اللي تطلع لنا قيسة سعيد جانا المرض والريح وغيره وتونس من مشكلة لمشكلة وقالت اللي هي ما تعرفوش بالكل قيسة سعيد اللي حصلوا الناس اللي كلها اعتبروا اللي هذية ضرب لرئيس الجمهورية قيسة سعيد في اطار الحملة اللي تشنها وسائل الاعلام مع لي بعض وسائل الاعلام مع لي خاصة بعد ما قال وش بد على رجال الاعمال اللي هوقا قالوا اللي الميل الفاسد والميل متعلي جان الاعمالة دوما يوظفوا فيه بش يجيبوا ناس الزبابلة يسبوا رئيس الجمهورية قيسة سعيد واحد من جيرين امي عايشة عمل فيديو لايف على الفيسبوك ومعنيها عمل بغتاج برشا برشا احكي فيه على حقيقة المرة هذية قالها يعني قال اللي هي تعرف قيسة سعيد بالجداء ولدها اصلا كان مشارك في حملة الدعم والموسين دلقي سعيد في الحملة الانتخابية كانت تشكر فيه قبل في الحومة ويحكيوا معاهم قالوا لي هي عندها جزد لايفس عندها فريجيدير عندها معنيها ناس يعانوا فيها وكل شي وهي تعمل في السستام هذيك والكلم هذيك وبالطريقة هذيك بيش تيخوا الاعانات وبش تيخوا معناها مساعدات من عند العباد وقالوا لي عيب عليك انه انتي ناس تلقنك وتمشي البرنامج في التالزة بيش تتهجم على رئيس الجمهورية وإلا توصل صورة خائبة عليه للناس ولغاية العام سامير الوفي اعلن انه هو قدم قضية ضد الشخص هيدا اللي عمل للفيديو وقال اللي هو ما هوش بشي تراجع على كل شخص يتهمه باتهمة باطلة خاصة انه اتهموه انه هو يشوه في صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبر سامير الوفي اللي هذي اتهم اختيار يتوجه له وهو لازم يرد عليه عن طريق القضاء وتوجه بقضية في الغلط لكن زادة مشكل شخص هيدا اللي عمل فيديو عربية حمادي عملت فيديو على سامير الوفي وعلى قناة التاسعة واتهمتهم بتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال ام عايشة هذي وهبت فيديو اللي هي مشت لها لدارها عملت كاميرا كاشي ومشيت للدارة متاحها وقالت اللي هي دارها ما هيش انظيفة فما فرق بين عبد فقير وعبد ما هوش انظيف خطر الفقيري نجم تكون عنده الانفة والكبرية واللي عنده كدار حتى على بساطات نجم تكون انظيفة لكن هي قالتل هي تفجأت وهبت تتصاور وهبت تفديوهيت على حجم معناها سامحوني في الكلمة دارها مش انظيفة امي عايشة وقالتل هي بني الفقه علي وما حابتش توريها لبيوت وغيره المهم قالت اللي سامير الويفي وقناة التسعة هذومة في اتار حملة جايبين لمرأة الذية بيش تشوه رئيس الجمهورية قيس سعيد لخاطر جبد على رجال الاعمال وقالت اللي رئيس الجمهورية يعني اشرف من هذي الكل وهذي حملة معناها حملة ضده اليوم جاي رد من سامير الويفي على اتهامات عربية حمادي وعلى الاتهامات اللي تواجهت الكل في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لكموتير العباد اعمل فيديو اتصل بأمي عايشة في التليفون وصور فيديو كابتور فيديو شنو احكي معها بالضبط سألها يعني اسكو فمش كل لقنك قبل ما تطلع سيغونتين باش تحكي لكلام هذيك على قيس السعيد وغيره قتلوا ليه ما لقني حتى حد وما يعني ما شفتك شي نقبل وهو نفين في قاطع انه هو مستحيل يكون يعمل عاملة كيما هكا ولا يجيب انسان يستغل بساطة انتعه باش يلقنه واشنو يقول باش يتهجم على رئيس الجمهورية وقال اللي هذي يعني سامير الويفي قال اللي هذا يعني ينزح منه قيس السعيد اكيد مش داخل منه داخل في الحكاية هذي بالكل لكن فما الناس اللي ديما يقدسوا قيس السعيد هما اللي يعملوا في الحملة هذية واكد اللي هو جمي كان معناها وصها لمرأة هذية باش تحكي كيف اكيك على قيس السعيد واستنكر الاتهامات اللي تواجهت له بالكل وقال اللي هو باش يتوجه للقضاء باش يحل المشكلة هذي سامير الويفي داد اكلم بنت امي عايشة وقالها يعني طلب منها انها تعمل فيديو لايف وقال اللي هو بشي بارتاجيه على الفيسبوك متاعه على انستغرام متاعه باش تحكي فيه لحقيقة اسكو فمش كنت اصل به في البرنامج هو ولا مش هو ولا واحد اخر من اللي يحضره في البرنامج وقال الام هابش تقول كليم وإلا ليه وعد اللي هو يعني قال لها اقول لحقيقة وعد اللي هو بشي هابت الفيديو متاعها يعني بنت امي عايشة على الفيسبوك متاعه وطلب من اللي زمي متاعه بسيخ فيسبوك انهم يبغتاجيه الفيديو اللي هابتو هو الكابتوغ متاع المكالمة مع امي عايشة ومفايل اتهامات هذي نفيا مطلقا على كل حال سامير الويفي نقرة وحسن النية فيه اللي هو معناها بريء من انه يلق نمرها كبيرة ويستغل ضعفها ويستغل بساطتها وعدم الوعي اللي فيها باش يلقنها باش تتهجم على شخص معين على رئيس الدولة ولا حتى على اي انسان اخر مي ربما اللي يخلى برشة شكوك من اللول خاصة قبل ما يوضح سامير الويفي لخاطر فما قناة اخرى عادت برنامج فيهم تعنيس زوي ولا راجل معناها زوالي يدعي انه عنده صغار ونوفقير وقاد يتلقى في المساعدات وهو مفبرك الحكاية هذيك الكلها والحلقة كلها مفبركة وحصلوا فيها برشة مشاكل حلقة ديك هذيك عليه شو يعني للبلبل اللي صارت في القناة الاخرى هي اللي اثرت على الحلقة متاع امي عايشة في برنامج وحش الشيشة على القناة التاسعة معا سامير الويفي اللي بعد ما وضح يظهر لي وضاحت الصورة بالجداء واتبينت حسنية سامير الويفي على ما يبدو للناس الكل مش معقول انه اعلامي بش يلعب بالكاريير متاعه بش يلعب بالاسم متاعه بش يلعب بنسب المشاهدة متاعوي حتى مروحوا معناها في سامحوني معناها في الكلمة في حلقة كيما هكيا بش يتسبف لين ولا رئيس الجمهورية ولا اي شخص كان هي المرأة يمكن هي هكيكة على بساطتها جيت احكيت من غير ما تعرف يمكن هوني نقلوموا شوية في اختيار الضيوف حتى الطبقة المهمشة الطبقة الهشة الطبقة الموسنة وغيره وليه ما نعلمش يعني الطبقة هدوما حتى كي نختارهم وليه وماذا بينا نختاروا ناس اللي تعرف تحكي وصادقة ويتحرعوا في الحالة اللي بالحالة الاجتماعية اللي بش يجيبوهم ميسالش يعملوا تحريت اسكوا صحيح ولا مش صحيح يصوروها يمشيوا ميسالش يحكيوا معاها حتى قبل بش يشوفوا الانسان ذاكي نقواعي بالكلم اللي يحكي فيه ولا لا ينجم يحكي ولا لا مش بش يقريوه ولا بش يأثروا عليه بش يقول ايه ولا معناها معا ولا ضد ميزادا الانسان يلزم اللي يجيبوه في وسيلة اعلام يلزم يكون هو مسؤول على الكلم اللي يقول فيه ويعي بالكلم اللي يقول فيه وخاصة صادق في الكلام اللي يقول فيه بشاكيكا ما يسيرش فيما تأويله كبير برشا كيما هيكيه واتهامات للإعلام والقناة وبرشا مشاكل وطلعت المرأة معناه كل مرة تطلح بكلم اصلا جبدوا لها فيديو تقديمة اه قبل وكل مرة المرأة تتحول فيما وقفها ويني يقولوا لها ايه ما نعرفش مش يوجهوها ما اه ما نعرفش كيف يسألوها السؤال تمشي معاهم في الخط على كل حال وان شاء الله المرة هذي معناها تكون درس لكل الاعلاميين انه يتحرعوا اكثر في الضيوف اللي يجيبوهم خاصة من الطبقات الفقيرة والمهمشة والحالات الاجتماعية اشتركوا في القناة